مساء النور حبوبتي مساء النور غالية على قلبي جيتكم في هذا الفيديو جبت لكم الوصفة المنتظرة وهي وصفة فلافل سورية بوحد لصوص جي اكتر من رائعة هذا الفيديو حبوبتي يعني كنت خدمته من قبل يعني عنده حوالي شهر ونص كل من جي نديرلو المنتاج مكتب شربي كما كنت جوفوا في هذا الفيديو كنت سمعوا القرمشة كيفاشي جو جو يهب لك خوستيون وخفر نتمنى تتبعوا هذا الفيديو للأخير نجوزوا مباشرة للمقادير ويش عدنا عدنا حوالي 400 كرام بتاع حمص حمص منقوع ليلتان متعود نحن نديرو ليلة شتوك نحتاجو الحمص بصح هذا نخله ليلتان اللي حبي دير ماها كمية الفول حوالي 100 كرام يعني ما كانش مشكل قزبر فلفل اسود وكمون وبابريكا والملح بصلة صغيرة هنالبنات اللي عندو كما هاد لابا غاي اللي ترحي الحم ترحي عادي الحم مستعك بهذه الطريقة سينو بروبو بص نحوش نو بروبو ماكش حت ترحيه بزاف يعني تخليه ناشف يعني شوية يكون مليح بروبو ان شاء الله نعود ندير لكم لبنات لفيديو بروبو اللي ما عندها اش هاذ الماشينة ولا تقدروا حبوبتي هذيك الماشينة اللي نطحنوا بيها الخضرات الشربة ونطحنوا بيها الفلفل هذيك تح بلاستيك طحنوا بيها بعد قلت لكم اللي حاب يدير الحمص والفول يطحنهم مع بعضاهم حتى يكمل كمية دياله هنا انا ضفت توم ديالي هذوك الفوصوص ضد ضفت هذيك البصطة يعني نطحن كلش مع بعضاهم لانه هاذ الماشينة يعني تطحن لي ما شاء الله ونبدأ نخلط هذي المكونات كامل نحاول كيف شدك التوم والبصل نجانسهم مع بعضاهم وراكوا تشوفوا لبنات القاوام دياله هنا ضفت الكمون قزبر ملح وبابريكا ونصف ملعقة اه تاع بيكين باودر تاع يا ربي بالعربية بيكربونات بيكربونات سوديوم اللي ما هي بيكربونات البنات هي الصح يعني نصف ملعقة صغيرة بيكربونات يعني الفلفل لازم لها البيكربونات اكو تشوفوا هنا يا حطت لكم خاميرات الحلويات باش نقول لكم باللي ما شهي هي لازم البيكربونات زدوا ضيفوا كمية صغيرة تاع الملح ونحركهم ونخليهم في الثلاجة حوالي 4 سوايع يعني لازم يقعدوا في الثلاجة باش يتماسكوا ويطلقوا رحم كي نقلوهم ما يفتحوا الناش ويجوكم طيبين ومقرمشين يعني الذوق تحهم يهبل هنا كي مراكوا تشوفوا غطيتوا بورق شفاف وندخلوا للتلاجة ذوق حبو باتي كي يلحق وقت النصائح حناطي لكم النصائح اللي لازم تديروهم هنا عندي عصير حبة ليمون وعندي الطحينة طحينة البنات تتبع كي ينعلب مكتوف فيهم الطحينة شنو هادو ما اللي يتبعوا بالميزان يعني شروا الكمية ليتساعدكم نبدأ نخلط الليمون والطحينة ديالي على هاد الشكل من بعد نضيف لها اليارت ناتير ولا الزبادي هذا هو البنات الزبادي اللي سقسوني يقولولي واشن هو الزبادي واشن هو لبن السوري هذا هو يعني يارت طبيعي ونبدأ نضيف حتى نتحصل على واحد الأساس بنينة خلاص أنا هنا ضقتها على الملح زيت ضفت لها ملعقة تحريب حتى نتحصل على هاد الشكل من الأساس يعني شكل بزيف ابنين نتمنى حبوبيتي يعني تنجحوا بهذا الوصفة وتفرحوا بيها على بالي بالي راكوا تطلبوها بزيف بزيف هنا يكي يكون موسم البرتقال عبركم مش تنضيروا البنات اللي زيت تاع البرتقال نخبوه هكا نخلاص لي راكوا تشوفو هنا نضير قشور الليمون ميك يزيدوا لهم قشور البرتقال يجو أكتر من رائعين وهذا هو الخليط اللي تحسن عليه نجيبه الزيت تكون غزيرة والمولتع الفلافل هذا هو حبوبيتي اللي راهم يستعملوا حاليا يعني راهم طندوس والأسواق الجزائرية راهم يديروا به لضونات تقدروا به هنا فوالار يعني قليت هذوك الحباد تحذوك لبنات نكمل معاكم يعني كمية واحدة أخرى ووش نديرك تشوفو ضفت لها الجلجلان كي اللي يحب يضيف لها الجلجلان فلابات ويزيد يضيف لها من الفوق كيما نانو يعني نحب هاكا يعني الجلجلان نديرو من الفوق نضيف كمية من الحمص المرحي من الفلافل في هذك المول من بعد نديرلو كمية الجلجلان ونحطوه كتوفو لبنات هذك الصحن يعني في التصوير بلك ما بينش مليح ونبدأ نحطهم النار لازم تكون قليلا باش يطيبوا لكم هنا يحاولوا كيفاش مديروهمش خشين بزاف باش يطيبوا لكم ومديروهمش لبنات رقاق بزاف باش يطيبوا لكم أنا هنا هي البداية دقتهم مشاء الله يهبلوا جاو يتقرمشوا جاو خفاف من بعد كيجا الزوج قال لي زيدي زيدي نقصي لهم زيدي رقاقهم بصراح هذه المقلة لي رقاقتهم اندمت عليها خلاص وكنت صورتها لكم برك هذا الفيديو كي عندو بزاف ما حطيتو لكمش يعني تحذفوا لبعض المقاطع من بعد ذوك الرقاق ويش سرع لهم يبسوا ولو تقول شي حجرة يعني ما من تحوش من تحوش وهو مرقاق لازم لبنات بهذا الشكل اكتوفوا قدامكم ندير لها تقف في الوساط ونرمدها في الجلجلان ونحطها كتوفه وتتنحى بكل سهولة حتى نكمل الكمية اللي عندي والنار يعني لازم تكون قليل اخلاص يعني ما تديرو الهاش بزاف هذو هما البنات الفلافل جوا اللون تحهم اللون ذهبي لاصوس تاني حطيتها يعني الفلافل يكلوهم صندويشات خصوصا مع المخللات يعني ندرك لكم البنات لفيديو تاع المخللات راني نسينا برك يعني يوجد لي باش نشارك معكم الفيديو للاخير يمشي نقلكم بعد عشرين يوم ولا باش نحطو لكم هنا يحطينا الفلافل كمية هنا الزوج تاعي هو ولا ويدير صندويشات مشيانا ناني نصور ليو نو طيبتهم ووجدتهم له حطيتهم له فصاح نقطعته لسالات هو برك راو يدير لي صندويش راكو تجفو واش درنا درنا كمية تاع الفلافل درنا لسالات طماطيش خيار من الاحسن من الاحسن يكونوا عندكم مخللات انا ما كانوش عندي المخللات في البيت محاليا الحمد لله خدم جميع المخللات هنشاركو معكم كل ما يوجد مخلل هنشاركو معكم خصوصا يا ربي اسمو الخيار ليمشي مع الفلافل هذا هو البنات صندويش اللوال هنا تقدروا تاني خبز السوري تقسموا الوحدة على زوج باش ديكم مرقيقة او ما جيكم شاكو تاكلو خبز برك يعني جيكم راكو تاكلو الفلافل والخبز شوفوا كيفاش جاو طاريين من الفوق من قرمشين والداخل طاريين هذو مستر تاع الفلافل نضيفو نضيفو كمية على السلاد نزيدو كمية على الطماطم هذي ليم تكونش عندها المخللات كيما انا يعني نضيفو هم عادي يعني سامبل ما فيهاش مشكل وهنا نزيدو نضيفو هذيك الأساس اللي خدمناها مع بعض انا وكي تكونو تاكلو حبيتو يعني تزيدو الأساس يعني هذي الأساس انتو ما تتحكموا فيها كيما تحبو ليحب بزاف يدير بزاف ليحب شوية يدير شوية كيما حبو باتين مايوناز كيما نديرو سندويش تعشا ورما ولا كل واحد يعني كيما يحب الأكل أذواق وهذا هو سندويش الفلافل لنهار اليوم رهواجد نتمنى حبو باتين كل بيت الطالب بتاعكم ما تنسونيش بجام وبرتاش وما تنسوش إذا أعجبكم خلوا لي رأيكم في التعليقات لأن تعليقاتكم تهمني وتفيدني ونخلي لكم الرابط تعكوكباد ورابط تع إنستغرام في صندوق الوصف بيش تتواصلوا معي وتبعثوا لي أطبقكم اللي تشاركوها من عندي سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر